موسيقى أهلا بكم تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد برقية تهنئة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود هنأه فيها بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وعرب ولي العهد السعودي في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته ولشعب الجمهورية اليمنية الأمن والاستقرار اطلع وزير الخارجية خالد اليماني على سير العملية التعليمية في المدرسة اليمنية بجيبوت والتقى اليماني خلال زيارته للمدرسة بهيئة التدريس والإدارة والمانحين مشيدا بدور الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيلة والحكومة الجيبوتية الدعمين للثقافة العربية وبالجهود التي يبدلها القائمون على المدرسة لمد روابط الأخاء والثقافة المشتركة بين اليمانيين وإخوانهم الجيبوتيين لافتا لأهمية دور المدرسة في تعزيز انتماء الطالب اليماني بوطنه كما التقى وزير الخارجية بقيادة الجالية اليمنية في جيبوتي وأطلعهم على نتائج مباحثاته مع الجانب الجيبوتي لتحسين أوضاع الجالية والتخفيف من معاناتهم وناقش معهم القضايا المتعلقة بإقامتهم وسبل تواصلهم مع بلدهم اليمن وشدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على الصورة الراقية للمواطن الجيبوتي للمواطن اليمني في جيبوتي من خلال الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية في بلد الإقامة أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا تأجيل تطبيق الآلية التنفيذية الخاصة بحصر استيراد السلع الأساسية على الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية المصرفية التي تم الإعلان سابقا عن تفاصيلها لمدة شهر إضافي يبدأ من الثامن من نوفمبر 2018 تاريخ انتهاء فترة التأجيل الحالية أوضحت اللجنة في بيان صحفي بأنها تعتزم عقد ورشة عمل بمشاركة رجال العمال اليمنيين لشرح الآلية والاستماع إلى ملاحظات في كل ما يمكن أن يؤسر دخول البضايع والسلع الأساسية ودعت اللجنة التجار ومردي السلع الأساسية والغذائية إلى الالتزام بتطبيق هذه الآلية التنفيذية التي ستساهم في تيسير تعاملاتهم والتخفيف من معاناة المواطنين وتخفيض تكاليف شراء واستيراد وسداد قيمة المستوردات من المواد الغذائية الأساسية وأيضا من مخاطر تدني مستويات توفير هذه السلعة المهمة أو هذه السلع المهمة وأشرت اللجنة إلى أن الآلية ستسهم في الحد من المضاربة على العملة وستعمل على سرعة إعادتها لحالة الاستقرار شنت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع للميليشيات الحوثية في جبهة نهم شرقي العاصمة الصنعام وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مواقع للميليشيات في عيدة الشرقية بمديرية نهم شرق صنعام وأصفر الهجوم عن سقوط قتل وجرحة في صفوف ميليشيات الحوثي وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بغارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على مواقع وتجمعات للميليشيات في مديرية نهم شرقي العاصمة الصنعام وأضحى مصدر ميداني أن ما لا يقل عن تسعة من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم وأصيب آخرون جراء الغارات الجوية لمقاتلات التحالف في نهم وأكد أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات للعناصر الحوثية في جبال إيان بمدرية نهم ختام الموجز شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة